اعلنت اي بي ام تيرمينالز البحرين الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان اطلق مشروع طاقة شمسية تبلغ قيمته 3.8 مليون دينار بحريني والذي سيجعل الميناء ذاتي الاكتفاء من الطاقة بحلول نهاية العام الجاري ومن خلال تنفيذ هذا المشروع ستقلل المحطة من انبعاثات الكربون بنسبة 65% مع تأمين مصدر موثوق ومستدام للطاقة ما يجعل ميناء خليفة بن سلمان اول ميناء بحري في المنطقة يكتفي بالطاقة البديلة بشكل كلي ضمن سلسلة المبادرات التي تعتزم اي بي ام تيرمينالز البحرين الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان تنفيذها لازالة الكربون يستعد ميناء خليفة بن سلمان لاطلاق مشروع الطاقة الشمسية الذي سيجعل الميناء ذاتي الاكتفاء من الطاقة بحلول نهاية عام 2023 كما سيصبح الميناء اول ميناء بحري في المنطقة يعمل بالكامل بالطاقة المتجددة وتسعى الشركة المشغلة للميناء من خلال هذا المشروع للتخلص من الانبعاثات الكربونية التي تهدف الى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 70% بحلول عام 2030 وتحقيق الصفر الكربوني بحلول عام 2040 انطلاقا من التزامها بقيادة الجهود الرامية الى تعزيز الاستدامة في القطاع البحري وبحلول نهاية هذا المشروع الضخم لتوليد الطاقة الشمسية ستقوم الشركة المشغلة للميناء بتركيب 20 الف لوح شمسي قادر على توليد اكثر من 18 جيجا واط من الكهرباء سنويا وستساهم الطاقة الشمسية بتوليد طاقة نظيفة ومستدامة لتشغيل عمليات الميناء المختلفة بما في ذلك مناولة الحاويات وعمليات الرافعات والاضاءة مما يشكل مثالا يحتذا به للقطاع البحري باكمله اشتركوا في القناة